مرحبا هداية مع شيرين عبد الوهاب اعتراف مباشر قدام الاعليم والرأي العام قدلت فيه النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب والاكيد انه من بعد اللي قالته بقضيتها مع حسام حبيب ما رح يكون ابدا متل يلي قبله قسما بالله العظيم خسرني كل الناس خسرني اخويا واختي وامي وصحابي والسواق بتاعي الشغالة بتاعتي كل الناس بيتكلموا عليه ومتأمرين عليه اللي فينا نقوله من بعد نشر هالغسيل على المفضوح انه في اتنين ظلموا شيرين على الاكيد الاول هو حسام حبيب والعلاقة السامة يلي كانت فيها ويلي اصلا كانت واضحة للناس من قبل ما تكشف كل التفاصيل البشعة يلي كانت عم بتصير بالكواليس والتاني هو شيرين لانه فعلا فعلا ما حدا ظلم شيرين قد شيرين نفسه خاصة لما سلمت قلبه وماله وفنه واسمه واستقلاليته لهالشخص وقدمت له كل فروض الطاعة فقط لانه زوجة لدرجة نسيت هي مين الحزين بقصة شيرين بتعرفوا شو هوه هو انه طريق التفكيره هي جريمة بحد ذاته وكيف بتشوف العلاقة بين المرأة والرجل هو يلي وصله لهالمقسات يلي عيشتها ويلي انهانت فيها ويلي انضربت فيها ويلي وصلت انه تحلق شعره فيها وتكون بهالحالة النفسية اللي لازم تعمله شيرين انه تكون منصفة اليوم بحق نفسه كامرأة بحق فنه بحق موهبته وبحق جمهوره يلي تعب معه لأ المرأة مش ضروري تكون خدامة عند الرجل تتكون بنته أصول المرأة مش ضروري تكتب له كل ممتلكاتها باسمه تما يحس المحروس بالدونية المرأة مش مطلوب منها تقبل الإهانات والعنف تتكون محافظة على بيتها ما تصدقوا هالنصيحة يلي قلتها شيرين لما قالت للبنات اذا لقيتوا رجال طيب شيلوه فوق راسكن لأنه الرجال الطيب تتحافظ عليه لازم تحترميه بس هو كمان تحترميك ما لازم ولا يوم انت تنسي انت مين إذا في فنانة بتعرف شو يعني المرأة تنتصر على أحزانها وتتخطأ انكساراتها وخيباتها العاطفية وتطلع منتصرها بالحب وبالحياة فهي أكيد نوال الزغبة والدليل ظهر بغنيتها الجديدة حفلة حفلة هي فعلا احتفال غنائي وبصري عم بتقدموا نوال الزغبة بالشراكة مع عدسة فادي حداد لتمرر رسالة بسيطة ولكن عميئة بنفس الوقت لكل امرأة مفادة ممنوع الانكسار الحياة أقسى وأقصر من انه نضيعها على عليه أحترقية أو شخص ما كان على قد الوفا والحب على أمل انه دايما يكون فيها النوع من الرسالة الحلوة والإيجابية بأعمال نوال يلي قادرة انه توصلن صوت وصورة عيش أحلى سنين أغنية جديدة لمايا دياب فعلا كتير سلسة على صعيد الكلام واللحن وعلى صعيد الصورة البسيطة والحلوة يلي قدمها المخرج رجا نعمي بالكليب المصور ولكن بالرغم من جماليات الأغنية ناشطين ومواقع كتير ملفتن إلا شغلة وحدة والدول وعنوان انه هل تدعم مايا دياب المثليين بغنيتها الجديدة يلي عم يسألوا استوقفن لون الأوتفت يلي لبسته مايا بالكليب ويلي بيشبه علم المثليين وفرحانين كتير بالخبرية وكأنهم مكتشفين البرود على أساس أنه إذا مايا دعمت المثليين رح يكون شي جديد عليها أو كأنه دعم المثليين بحد ذاته فضيحة أخلاقية وبالنهاية المواقف الجريئة والشجاعة مش غريبة على مايا وبعتقد ما في فضيحة أكبر من اضطهاد المثليين وانت هيك الحرية الشخصية بحجج أغلبها بيستعمل غيطاء ديني وبينسى أنه القيمة الأسمى بأي دين هي صون الكرامة الإنسانية مثل ما ينتقد محمد رمضان على كتير إشياء لازم بالمقابل كمان ينعطى حقه لما هو يحكي الحق والحقيقة أنه مقابلته الأخيرة عبر سكاي نيوز قدر يوضح فيها كتير من النقاط الجدلية بشخصيته مثل التباهي بالممتلكات والاستعراض وقدر يرد بطريقة منطقية ومقنعة على هالمواضيع وبنفس المقابلة اتراجع كمان عن تصريحه المثير للجدل حول ألف النينات اللبنانيات وهيك كان رده الشعب اللبناني لازم يوقع شهادة أي نجم طالع لازم الشعب اللبناني فما بالك بقى بالنجوم لبنان أكيد هيبقوا حاجة عظيمة جدا من هالكلام بيظهر أنه النجم المصري عم يسلو خط أكتر عقلينية بإطلالاته الإعلامية مش لأنه هالمرة أنصف الفنانين اللبنانيين يلي تاريخهم أصلا بيحكي عنهم ولكن لما فعلا بتحكي بصفر ادعاء بتكون حقيقة وشفاف وبتحافظ عن نمبر وان بعيون الناس أصعد للجمر هو عنوان الأغنية الجديدة للنجم العراقية رحمة رياض يلي قدمتها على طريقة الليرك فيديو واللي يبدو للي بيحضرها أنه رحمة مش بس طلعت على الأمر وإنما مرأت قبل على استوديويت ما بعرف إذا بتوفقون الرأي بس كتير طالعة رحمة بتشبه أميرات ديزني بالرسمات الكرتونية يلي مصورة وجهة بطريقة فنية حلوة الأغنية أساسا مميزة بيجول بسيط الحالم يلي في كتير من الخيال ويلي عرف الليرك فيديو أنه يعكسه بمهارة باختصار عمل غنائي متكامل شعرا ولحنا وأداء ليصنع أغنية عراقية ناشحة وبنفس شباب جديد ومطلوب